السلام عليكم صباح الخير وأهلا بكم في الفيديو رقم 92 في سلسلة كابسولة الصباح اللي بنقش فيها مواضيع من كتاب The Daily Drucker اللي بيجمع مقتطفات من كتابات بيتر دراكر اللي بيعتبر من أهم المؤسسين والمفكرين في الإدارة بشكلها الحديث الموضوع النهاردة اسمه Information for Strategy المعلومات من أجل الاستراتيجية يبان زي مواضيع كتير لاحظته واللي متابع الفيديوهات هتلاقينا دايما بنقول الكلام يبان بديهي ومنطقي وCommon Sense في الأول ورغم كده تكتب عنه ورغم كده لسه بنتكلم عنه لأن مش كل حاجة بتبقى بديهية وCommon Sense بنيجي ساعة التنفيذ وبننفذها بشكل مظبوط زي موضوع المعلومات من أجل استراتيجية Information for Strategy حتى البراجراف نفسه في الكتاب صغير خالص ويتكلم على أنه ضروري أن احنا نجمع المعلومات بشكل منتظم من مصادر مختلفة علشان نقدر نخطط لأن هي دي يعني العملة والسلاح المهم للتخطيط محتاج تجمع المعلومات عشان تعرف تخطط الجزئية اللي بيوضحها برضو كمان أو بيأكد عليها شوية بيتر دراكر في الكتاب هي أنه المعلومة مش دايما أو في أغلب الأحيان مش بتكون عند الناس اللي انت بتحتك بيهم أو العملة بتوعك لأن انت في الأول وفي الآخر البزنس بتاعك هو مجرد بيتعامل مع fraction أو مع شريحة أو مع جزء صغير من المجتمع وإنما التغييرات اللي بتحصل والأحداث اللي بتحصل والمصادر اللي فيها معلومات تهمك ممكن تكون عند ناس تانية كتير هما مش customers بتوعك هما non customers أو مش عملة مباشرين ليك وبالتالي برضو لازم نكون وعيين وصحين وعملين حسابنا عمدا إزاي إن إحنا يبقى عندنا نظام نجمع بيه المعلومات والإنفورميشن من اللي بنحتاج بيهم وغير اللي بنحتاج بيهم من اللي في دايرتنا المباشرة واللي غير في دايرتنا المباشرة علشان نقدر نبقى عندنا والث كويس وغينة كويس من المعلومات اللي تساعدنا في التخطيط الكلام ده إحنا كمان ينطبق علينا في حياتنا اليومية مش بس اللي عنده شركة أو اللي بيهند البزنس حتى في شغلنا في معظم يعني في البزنس بشكل عام حتى اللي شغال في إرية صغيرة وحتى في حياتنا الشخصية حاول دايما تكون عندك نظام لجمع المعلومات يعني المعلومة على ما بتوصل لك غالبا بتبقى انتشرت على ما هتبقى الناس كلها هتعرفها غالبا هتكون انتشرت وهيكون بقى متأخر ان احنا ناخد رد الفعل اللي احنا عاوزينه قبل ما نلحق يعني عشان نلحق قبل الموجة نفسها ما تيجي يعني الواحد اللي كان شغال في منطقة ولا في إرية معينة وفي تغييرها يحصل حواليه المعلومة غالبا لو جات لك من نفسها غالبا بتبقى وصلت عندك وعند المنافسين بتوعك وعند الناس كلهم يبقى لازم نحاول دايما نخلي عندنا نظام لجمع المعلومات وعندنا كمان اللي مدير بقى على تيم اللي صاحب شركة انا بقى في إرية اعمل حسابي كده ان فيه اماكن معينة دايما بسأل فيها موعيد معينة في الاسبوع دايما بقعد اتشك المصادر بتاعتي وقلب كده في المعلومات اللي انا جمعتها اشوف منها ايه اللي لي لازمة ايه اللي ملوش لازمة خلي عندك سيستم لجمع الانفورميشن والبروسيسنج بتاعها علشان ده من اللي هيساعد كتير في الستراتيجي والتخطيط الحتة بقى اللي يمكن هقولكو عليها من تجربتي انا انه غالبا لما بتسأل وبتناقش وبتجمع المعلومات من الناس اللي في نفس الدايرة بتاعتك هما بيبقى عندهم نفس اسلوب التفكير بتاعك انت فلو لقيت الناس كلها يعني لو فيه مثلا تغيير معين هيحصل والناس مجمعة على انه لا ده مش تغيير مهم والموضوع هي مجرد يعني تقليعة وهتعدي لو بتسأل الناس اللي كلهم زيك فده مش غلط بس لو ما سألتش غيرهم خلي بالك ان النظرة بقت محدودة لانه هما بيفكروا في المعلومة زيك انت بالزبط فبرضو من المكسب ان انت تسأل ناس برا المنظومة بتاعتك عندهم اسلوب تفكير واسلوب لرؤية الامور مختلف عنك لانه كل واحد فينا بيفكر في المعلومة من واقع تجربته وخبرته والباكراوند بتاعته فيبقى الفكرة اللي احب ازودها معاك وهي ايه ان في النظام بتاعك في المنظومة بتاعتك في جمع المعلومات حاول وحاولي تسأل كمان في مجالات وفي مصادر برا الناس اللي هم زيك بالزبط وهيفكروا زيك بالزبط وهيشوفوا اللي انت بتشوفوا وهيتعيموا عن اللي انت بتتعيمي عنه فده كان النقطة بتاعت يارب تكون مفيدة ان شاء الله ويكون كل اللي فات كان مفيد واللي جاي كمان يكون مفيد بإذن الله ربنا يفتح علينا ويفتح عليكم جميعا ان شاء الله ووفقنا ويوفقك واشوفك بكرة بإذن الله وصباحك جميعا ترجمة نانسي قنقر